السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة على المتابعي الكرام على الناس الذين يدعمونا على الناس الذين يشجعونا تعليقكم والتي تخلي لنا واحد البصمار هي على قناتكم المتواضعة على ميسكا وكنشكر كذلك حتى الناس الذين ينتقدونا فالانتقادات ديالكم رحنا كنستفدو منهم وتعالقكم كناخدوها بعين الاعتبار ففي هذا الفيديو الإخوان قد نهضروا على الانقلاب ديال النجر العالم كامل كيتسائل علىervice هاد الانقلاب ديال النجر خده واحد صدا كبير في العالم كل شي كي سوى كل شي كي هضرع لهاد الانقلاب واش هاد الانقلاب ديال النجر هو المسمر اللي غدي يضرب او اخير مسمر اللي غدي يضرب Shop CDC شكون هي الدولة اللي كانت عندها واحد نظرة كتباقية شكون هي الدولة اللي عندها رؤية تقيبة شكون هي الدولة اللي كانت عارفة عشنو غدي يوقع وكانتضرب حسابها ففي هذا الفيديو غدي نهضرع لبزاف ديالأمور قبل ما نبدأو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لان فرنسا قلبت عليها مالي قلبت عليها بوركي نافاسو هدو كاملين قلبوا عليها كتشوف باللي صفي قربات انها تخسر الدول و اللي قتعمر لها الابراك باش نتأكدو باللي فرنسا مرعوبة كتجلي الرعاية ديلها من نيجر خمسة ديل طائرات اللي وصلوا فرنسا لحد الساعة في الوقت ان امريكا حركت حتى شي مواطن من مواطنها وقبل يعني هاد الانقلاب راه دارت قاعدة عسكرية في النيجر وبالتالي كي بلينبلي كل شي عندو يد في هادشي يعني هادشي اللي واقع حتى لو سير عندها يد واكبر دليل هو انهم نهارطيحوا العالم الفرنسي مباشرة علقوا العالم الروسي ودخلوا قوات الفاغنر السيناريو كان مكتوب وجال وقت اللي تنفيد يعني هاد السيناريو كان باين الدول اللي اليوم كنشوفوا باللي معرضة للخطر يعني لهاد الانقلاب هي موريطانيا ليبيا سودان الجزائر هاد الدول غادي تكون لأسا يعني هاد الدول غادي تكون لأسا اقتصاديا وحتى امنيا وهاد عندهم جماعات ارهابية يعني كينين في جنوب الجزائر واكتر دولة معرضة يعني للخطر واللي غادي تأطر بزاف هي الجزائر بحكم ان جنوب الجزائر هي واحد البوابة مفتوحة للشر قاع الجماعات الارهابية قاع مرتزقة البوليزاريو قاع المرتزقة المسلحة او جماعات المسلحة الارهابية كيكونوا في هاد الجنوب الجزائري يعني في هاد البوابة مفتوحة حتى مشروع الخط الغاز الجزائري الجزائري فباي باي حتى الصين الصين ستوقف ستقول الجزائر باي باي لان الجزائر اليوم لا يوجد الامن وبالتالي الدول العظمى لا تستطيع ان تجد تحت الاموال الكبيرة الاستثمارات الكبيرة في بلاد التي لا يوجد الامن فاليوم الجزائر كتمنى ان الحدود تكون فتحة مع المغرب لكي تصدر قاعدك التهديد للمملكة المغربية الشريفة فالاخوان غادي نشوفو شكل اللي عندو او شكل المستفيد من هاد الحرب هاد البولدان او هاد الدول المتنزعة هاد الدول خاصها احدث السلاح واللي غادي تكلف واحد الميزانية كبيرة وبالتالي شكل اللي مرى هاد الانقلابات اللي مرى هاد الانقلابات هو اللوبي ديال السلاح يعني هاد الدول الكبيرة اللي كتبع السلاح هي مرى هاد الانقلاب وهي المستفيدة من هاد الانقلاب إسرائيل، بريطانيا، أمريكا، سويد وغير من الدول لديهم سلاح شركات الكبرى هي المستفيدة من هذا الانقلاب فهذا الدول يجب أن يبيعوا كذلك يجب أن يصنعوا حرب صغيرة يديروا واحد السيناريو اللي يصلاح ويخليوا البلدان القوية بحل أمريكا تدخل لهذه البلدان بلما يتعقبوا من القانون الدولي اللي هما أصلاً اللي يمسوا بينه وتقدر نفس الشركة تبيع نفس سلاح لجوج أطراف متنازعة بحل الجزائر والمغرب فروسيا كتبيع سلاح للمغرب وكتبيع سلاح كذلك للجزائر وهما عارفين بلي هاد دولتين بجوج سواء المغرب سواء الجزائر هاد دول كيشريوا السلاح باش يمنوا أو باش يوجدوا شي سوناريو محتمل من الدولة الأخرى وحتى الدول المجورة من اللي كيشوفوا الصداع كيشوفوا الروينة كيبروحتهم يمنوا الحدود ديالهم وبيتعلي خصهم السلاح وشكون هو المستفيد إنا إخواني أخواتي المستفيد هو اللي كيبيع سلاح يعني اللوبي ديال السلاح نرجع لمملكتنا المغربية الشريفة السياسة اللي خدم بها صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله السياسة ديال دقو السكات والنظرة الاستباقية والديبلوماسية دياله الرزينة اللي ما فيهاش كترة البلبلة ما فيهاش كترة تصداع كيخدم بالسكات بلا هدرة حيتأكيد إلا هدر بزاف غديفك شفرة دياله للعدو فالديبلوماسية الرزينة واللي ما فيهاش العنطارية وما فيهاش البروباغندا الإعلامية كيما كيديرو الجيران فوق ما شروشي سلاح أو شي يعني أسلحة خردة كينوضو يديرو لها الاستعراض راه المغرب ممكن يكون عنده السلاح اللي كين عند الدول العظمة في العالم ولكن بالفم مبلع بالفم مسدود هنا إخواني أخواتي أحسن ديبلوماسية هي الديبلوماسية ديال الدقوسكات في المغرب كيجيب خباراء من العالم باش يطور الجيش المغربي وآخر حاجة هي المناورة ديال الأسد الإفريقي اللي المغرب كياخد منهم واحد الخبرة كبيرة وكيستفد من هالجيش المغربي في المغرب راه كيخسر فلوس باش يأمن الحدود دياله فما كينش يشك في الطريقة ديال تعامل ديال صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله أو التعامل دياله أو كيفاش كيسير البلاد فبالكنا هو أسد وديما غدي يبقى أسد السبع والسبع وديما السبع كيبقى سبع فإخواني أخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش أنكم تبرتاجي وكذلك تديروا لايك فما تنسوش تعاليق وريضا قليب الرأي المغربية الله الوطن الملك استمر ويواصلي سير سير كيما كيقولو المغاربة وكيما خلاها الرقراجي دمتم في رعاية الله شكرا الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته